السؤال اللي بعد كده بيقول السلام عليكم بعد إذن حضرتك عندي سؤال أنا منفصل عن زوجتي من حوالي 13 سنة وفيه ولد كان عنده سنتين يعني ولد يعني ابنهم وأخذت الولد واختفت وأنا استمرت في دعاوة في رفع الدعاوة القضائية للرؤية دون فائدة يعني إيه اللي حاصل مفيش فائدة فما العمل لإني اشتقت لابني العمل دلوقتي حكتين أن أنت تستمر في البحث عن ولدك وما تتوقفش وتحاول توصله بكل شتى الطرق ولا تهدأ وأعتبر ده نوع من أنواع البلاء زي مواحد يصب بمرض زي مواحد يصب بأي نوع من أنواع البلاء وأنا مقدر ده لأننا بقدر جدا جدا شعور الأباء بأنهم يحرموا من أولادهم وخاصة لو كان في بعض الأحيان هو ملوس زنب في اللي حصل ده هو بيحس بالمرار وبالعنت وبالتعب وبالضيق وبالحرج فأنا أول حاجة أدعي لك أن ربنا سبحانه وتعالى يجمع شملك بابنك في أقرب وقت إن شاء الله ويطمئن قلبك الأمر الثاني بوجه كلام للزوجة الفاضلة يعني هذا لا يجوش شرعا هذا حرام هذا نوع من أنواعه ولا أعزو بالله الظلم مهما كان الخلاف اللي بينك وبين زوجك على فكرة هو من الظلم بس لزوجك أو من الظلم بس لطليقك لا هو ظلم كمان لابنك الأولاد محتاجين للأباء لأن الله سبحانه وتعالى يقول وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة فالتربية مسؤوليتكم انت الاثنين حتى لو حصل انفصال ومن زيك إلا حاصل الله سبحانه وتعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم فاللي حاصل ان دوت مفوش إحسان ان واحد تاخد الولد وتهرب به وهو ما يعرفش عنه أي حاجة فدوت لا يجوش شرعا حرام حرام ان في حد يعمل ده فاتق الله في نفسك واتق الله في ابنك انت كده بتئزيه وحد التنابي صلى الله عليه وسلم قال لا دراء ولا درار وانت كده بتحرمي حد من ابنه وبتحرمي ابن من أبوه فدوت حرام ولا يجوش شرعا واتق الله سبحانه وتعالى وما تخليش الولد أدالي لانتقام كده انت ما خلتهوش ابن ما خلتهوش إنسان انت خلته كأنه قطعة كأنه لعبة بتلعبي بيها انت كده بتئزيه هو سيظل في حالة زعر وخوف وإحساس بأنه هو لازم يعرف من أقرب الناس إليه وانت لو كدبت عليه ان ابوه مثلا توفي أو ابوه مش موجود في الحياة ولما يعرف هيكون علاقته بك إيه احنا بنعود بنعمل الحاجات دي من غير ما نحسب وإزاك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الكيس من دان نفسه وعملا لما بعد الموت لازم تبصه لقدام بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معزيرة يعني انت ما تقولي أنت مش عارف عمل فيه إيه أبدا هذا من النفس الأمارة بالسوء هو ما عمل فيكي لكن هو من حقه من حقه من حق مين؟ من حق الطفل حق ابنك أنه هو ينال الرعاية الأبوية أنت مش هتقدري توفر له هذه الرعاية اللي تكون من أبوه فلذلك ده من حقه أنه هو يعيش في رعاية والده فأنت سألتني أعمل إيه؟ أنا قلت لك تستمر في البحث عن ابنك وتستمر في أنك أنت تعتبر أنه دوت شكل من أشكال البلاء اللي أنت محتاج تصبر عليه وأنا خطبتي زوجتك أنها تتقل الله سبحانه وتعالى فيك وفي ابنها وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدرها وكمان ترد ابنك ليك وتكون له إن شاء الله أنتوا الاثنين يد واحدة لكي تحفظوا على ابنكم إن شاء الله